موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وخواتي مرحبا بكم في حلقتي اليوم مفاجأة للشباب المغرب في آخر الفيديو رئيس جمهوريا القبائل فرحات مهني يرفع طلاب عاجل إلى ممتحدة والاتحاد الأوروبي ويكشف عن حقيقة خطيرة بدأ محاولة الزائر ابتزاز المغرب من الفغارج بيلاد تقرير يكشف الزائر السبب وراء عدم لجوء المغرب إلى القضاء الدولي قرارات الرئيس الزائري العشوائية تضع الزائر تحت المجهر الأمريكي ومسؤولة أمريكية تكشف على تفاصيل مهمة فهذه أهم العنوين هذه الحلقة الموضوع الأول بخصوص التي هي خاطرة وجه رئيس جمهوريا القبائل فرحات مهني للعسكر الزائري في الوقت لجزائريون كيسولوا على المجيد فين هي طائق إطفاء وفين هي هذه الوعود التي قدمتها لنا خلال السنة والثلاث الماضية ومع هذه المأساة الجديدة رأي تسأل مرة عشني هي هذه الكذبة لغا يقول على المجيد هذه المرة لتبريل هذه الحرائق المشتعلة في البلاد وأدم كفاءة الحكومة ديالو في مواجهة حرائق الغابات المميتة التي تجتح بلاده كل عام أشارت الحرش شديد إن اتهاماته لحركة المعك وحركة الرشاد وحتى لكي يتم إشارة لهم أنهم وراء حرائق الغابات لكن في كل مرات هذه الاتهامات لا تجد أداء صغيرة لذلك يبدو أنه لحد الآن حرائق الجزائر جاءت بلا مؤامرات هذه المرة هنا بصرف النظر عن رسائل تعازي وغيرها من دموع التماثيح يبدو أن الجزائري وقائد الجزائري تركوا الجزائريين لمواجهة مصيرهم بأنفسهم مكافحة الحرائق بالوسائل ديالهم التقليدية والبدائية في الوقت لبداية الحرائق شنودة شنقريحة قام شنقريحة بالإشراف على تأمين تكتيكي بحري على مساوى الواجهة البحرية بوهران ذلك بالطريقة التي يتعامل بها النظام الأسكر مع الحرائق في منطقة القبائل توتير العديد من التساؤلات فهذا الإطار وجه فرحة مهني رئيس الجمهورية القبائل طلب عاجل إلى أمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الدولية لسكل منطقة وفتيع الحرائق الغابات لاندلعتم ديوم لحد الماضي وبحتم هني قال أن هذا الحرائق أدرى ما جنود الجزائريون في منطقة القبائل واعتبر أن الأمر يتعلق بعمل من أعمال الحرب ومحاوة جديدة لإباتة الجماعية في حق الشعب القبائل هذه هي في أقل من سنتين هذا على حد قوله أن في إشاراتنا الحرائق اللي اندلعت صيف سنة 2021 للتدكيذ كان خرج فرحة مهني وجارسات الرئيس حيث لم تكن هناك أي كاميرات لكن اليوم هناك أقمار صناعية سقطت صور العسكر الزائري وهما يشعرون هذا النيران ودهو قلاق على المجلد تبون هات الصور ما تقدرش أنك تشريها أو تخفيها أو تحمهني إنه ما حدثك يدخل في إطار مخاطط النظام الزائري المسمى سفر قبائلي أي أن الهدف ديالوغ محب قبائليين من الوجود والشعل غضب في مواقع التواصل الاجتماعي في الزائر وبموازات الحرائق التي تشعر في الغابات بسبب ما اعتبره الزائريون وعود كاذبة باقتناء طائرات إطفاء وقال معلقون أنهم لا يريدون بطاقة التعزية بل طائرات إطفاء وهذا من بعد إصدار رئيس الزائري برقية تعزية وطالب آخرون الرئيس الزائري بسوفر تلك المبالغ الهائلة لكي تم تخصيصها لشراء الأسلحة والعتاد الحربي كذلك الميزانية الضخمة لكي تم صرفها لتسليح المشروع الانفصالي البوليزاريو قال أنه أولا تخصيص هذه الأموال لشراء طائرات إطفاء كذلك بدأ الزائريون كيت تألق حول هذه المنحة ديال مليار درار لكي أعلن الرئيس الزائري أنه يخصص لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية والتي طبعا هذه الأموال هي موجة بالأسلحة لشراء مواقف بعض الدول الداعمة وطرحة الانفصال فهذا هو التفسير الوحيد لهذه المنحة لأنه كيفاش أنك تقدم منحة مليار درار في الوقت لبلادك البلاد من تضاور وفاشي على كل مستويات اليوم عبد الماجيد مجعي جدا لأن هذه الحرائق التي تؤدي بحياة الناس في الزائر زادت كتشفات أكاديمية حول الزائر لكي يقولوا عليها القوة الضاربة هذه المحاولة لتصفية الشعب القبائل لكي تحدثت عليها من هنا فتحات نظام أسكر يدعي أنه قوة ضاربة فعلا قوة ضاربة في الخراب واتيخة قرارة عشوائية خصوصا أن هذه الحرائق جاءت بعدما قرر الرئيس الزائري الأسبوع الماضي ضخ مليار ونصف مليار درار في بنك بريكس كلمة أفضل أنه يحسب بعشرة ملايين شرائي قادفة المياه تجنب الزائرين هذه الخسائر البشرية التي لا تطاق بسبب التدبير كاريتي العصابة الحاكمة الزائرين قادت كتنها بخيرات البلاد والحق ضد المغرب هنا يجب الإشارة لبعض المعلومات المهمة بخصوص الزائرة التي قام بها الرئيس الزائري للصين وكان يعتقد أنه يحقق إنجازات غير مسبوقة خلال هذه الزيارة قال أنه يتمنى أن يرى يوم التطمارات الصينية بناء طرق كتربة أقصى جنوب الزائر في أقصى الشمال وأن يرى استغلال أكبر منجم حديث في العالم يتحقق على يد الصينيين لكن محاولة تقنع الصينيين وتغطيف منجم غارج بلاد محاولة استفزاز وابتزاز المغرب أمام صمت مغربي هنا يطرح السؤال على شهد الصمت السابع راجع لكم أن هذا النظام كيف يفشل في كل محاولة ديالو ومعاكسة مصاح المغرب وكان قلب دائما استحر على الساحل وبدون مبالغة أززائي تتاجه بفعل نحوها الهاوية لأنه بالنظر لكل الدول الإفريقية لأنشأت فيها الصين شباكة طرق واستغلال مناجم كلها غارقت اليوم في الديون وعاجزة عن السادات ولم يتبقى أمام سوى فتح البلاد على مصر يعيها أمام مستطمئين الصينيين عن استيراد الديون بأنفسهم هذه الديون لأجمعات كل موسات الاقتصاد الدولية لأنها ديون فوائد غير منطقية الغرض من احسيل الدول اقتصاديا وليس استثماريا وليس استثمار فيها فهذا الصادات وبحسب ما نشره موقع European Times هذا المعقل نشر قبل أيام كيتحدث عن مهي من الصينية الكلية على اقتصاد كينيا ومجموعة من الدول الإفريقية ويبدو الجزائر جاية في الطريق هذا المعقل كيقول أن هيمة الصين على إفريقيا باتت موضوع كي يخلق القلاة بين القوى الدولية إن السيكة تعمل بموارد ديالها الرسمانية متزايدة على توسيع نفوذها بقوة من خلال استثمار في البنية التحتية خاصة في الدول المتخلفة القارة الإفريقية لتعاني من نقص في رأس الأموال بمعنى أن الدولة البترولية بحل ززائر تندرج ضمن خانات الدول الفقيرة والمتخلفة لكن الخاطئ في الأمر يوضيف التقرير لأن الدول الإفريقية التي انخرطت في البرامج التي أرضتها عليها الصين مثل كينيا إن وردت كينيا إلى الصين في مواضرة ما يسمى الحزام والطريق ما كتعداش 300% فقط وتشمول سلع تال فيها هكذا وصفة التقرير الأوروبي فيما تفرغ الصين 97% من قيمة مبادات بين البلدين في الأسواق الكينيا أن الصين تهيمن بقوة على السوق الكينيا وقد تحكم فيه ونبى التقرير أن هذا التفاوض التجاري الصارغ بين كينيا والصين يتير مخاوف بشأن استدامة والفوائد طوية الأمد الذي تكبل الشراكة الاقتصادية الملغومة كينيا عجزة حاليا تزديد ديون الصين وهذا يعني البلد الآن مفتوح على مصرعي أمام الشركات الوطنية الصينية دون تحصل كينيا على أي فائدة التقرير أشارك كذلك لأن شركات صينية تشارك متخصصة في البنية التحتية كتفرض رسوم بايضات على الكينيين والشراكة مكلفة حاليا بمشروع يشمل مدلمية وتمديد المجاري والإنارة العمومية في الشاوع خصوصا في مدينة نيروبي ورغم التقارير كلها تؤكد فشلها الشراكة الصينية في تنفيذ المشروع وتأخيرها في جميع المراحل لها لأن الحكومة كينية عجزة عن مقاضات الشركة ولا تملك أي سلطة استبدالها أو تغريمها لكي تدفع تعودة عن تأخير تنفيذ المشاريع وبعضها عالق منذ سنة 2009 والسبب أن حكومة كينية عرقت في الدون الصينية فتحت شركة أخرى فرعية لإنجاج مشروع السيكة الحالية في كينيا إلى أن المشروع عرقل منذ سنة 2017 إلى الآن ويبدو من خلال تقرير أن الصين تريد احتلال دول اقتصاديا وليس تتطمريا فيها وهذا يطرح السؤال ما بين طالب الحماية من روسيا طالب زائل الحماية من روسيا واحتلال الصين عين زائل النظام الزائري بكل بساطة يحاول جعل المغرب في نزاح حقيقي حول المنجم المغرب مرتش على الفطوات الزائلة بخصوص المنجم الذي يعتبر خارقة القانون الدولي وبإمكانه اللجوء إلى القضاء الدولي لكن المغرب في الوقت الحالي وراقب عن كتب وبدون الشريك تتحرك في الوقت المناسب ومن يكون ضروره مهيئة لذلك فالصادت وفي حوار مع الموقع الإعلامي إسباني أفاد فراندوغسان أوجستين وهذا عام خبرات إسباني سابقا للمملكة المغربية لديها ديبلوماسيا حكيمة ومتابرة للغاية لتفاوض بشكل ماهر وغير مستعجل ولديها قدرة رهيبة على التحمل والصور الانتظار هذه طبعا أمور معروفة والمغرب لديه بفعل تصاوض رازين في التوجهات الدبلوماسية لكن بعض الأمور التي تبدو غير بريئة أشعر هذه الأمور التي تبدو غير بريئة خصوصا في هذا التوقيت حيث راه دابا ادخلات إسبانيا مرحلة تحالفات الحزبية بعد نتائج انتخابات الأولية ولم تصفر عن حصول أي حزب أو تحولف أغلبية مطلقة تشكيل حكومة فيما تبقى حدود أندري شانشيز رئيس الوزراء مرتفع للبقاء في التشكيل الحكومة المقبلة في حال إذا نجح في عدة تشكيل حكومة بالتحالف مع حزب اليساري المتطرف وبعض الأحزاب الصغيرة هنا وبالعودة لتصريحات هذا الجنشوس الإسباني وصف حكومة الشانسيز الضعيفة وقال أن المغرب سيطالب سبتة ومليا قريبا الكل يعلم أن المغرب غير تخلاش عن سبتة ومليا محتلتين لذلك هذه الخرجة الإعلامية الهدف من وراءها وتشويش وتخوف إسبان في الضرفية الحالية المعقدة باحتمال إعادة انتخابات وهذا هو النفق الذي يرغب فيه أي أحد في إسبانيا فهذه أمور ميجيها وهنا بالعودة لنظام الزائري حيث يبدو خلال الزيارة التي قام بها حيث يبدو خلال الزيارة التي قامت بها مساعدة كاتب الدولة الأمريكية المكلفة بمنظامات الدولية ميشيل شيصون إلى الزازعير هذه الزيارة جات بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الزائري مؤخرا لنروسيا والصين تصريحات العشوائية لعدلت بها مؤخرا عبد المجيد وضعت الزيارة تحت المجهر الأمريكي فيوم أمس التوليتاء استقبل وزير الخارج الجزائري أحمد عطاف مساعدة كاتب الدولة الأمريكية المكلفة بمنظامات الدولية ميشيل جيصون التي تقوم الزيارة عاما إلى زازعير أشرت بين وزراء الخارج الجزائرية لأن الجانبات بحثوا عدم القضايا الإقليمية والدولية ما بينها قضية الصحراء المغربية إلى جانب أزمات من كل من ليبيا وماري والسودان ومنطقة الساحل وفلسطين في حين أشرت المسؤولة الأمريكية تغريدة وقالت نتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة قضايا السلام والأمن الخارجاء يجيب الإشارة أن هذا اللقاء يجيب بعد أسبوع من تأكيد الخارج الأمريكية تمسك في مغربة الصحراء واتم الإعلان رسميا أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تابت ولم يتغير كذلك هنا يجيب الإشارة إلى أن هذه السيارة التي تقوم بها متعة وزير الخارج الأمريكية جاءت بعد اللقاء غير رسمي جمع وزير الخارج الززائري بالمبعوث الشخص الأمن المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفن ديميسورا البحث فراث اختراق جودرال الأزمة القائمة وإقناع الززائر في حال حالة النزاع القائمة في منطقة عبر بوابة أمم المتحدة تسير في السياق قلق ملف نزاع الصحراء الأساس لموقف المغربي ومباطل الحكم الداتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كذلك بالإضافة لهذه المسألة هناك ملف الحقوق والحريات في الزائر يشكل إحدى الأوراق لكتلوح بها واشنطن في المدة الأخيرة تجاه الزائر خاصة مع تصاعد اتقادات الدواء لمنظامات حوقية حول سياسة الحكومة المنتهجة ضد الناشطين والهيئات الناقضة والمعارضة للسلطة وفي هذه الصادات استقبل وزير العدل الزائري يوم أمس ثلاثة بمقر الوزارة مساعد كاتب الدولة الأمريكية ومكلة من منظمة الدولية ميشيل شيصون حضور سافر ومتحدة الأمريكية بالزائر عدى حتى ما أفادوا بيان وزارة العدل الزائرية تنور الطرفان خلال اللقاء وقع واقع العلاقات التنائية بين الزائر والولد المتحدة الأمريكية خاصة في المجال القضائي وسبب تزيد التعاون على مستوى منظامات الدولية وتحقيق أهداف مبادئ الأمم المتحدة يبدو أن واشطن تتجل نحو مرصة ضغوط حادة على الزائر قصة مما تعلق بمسراء المغربية ومن حقوق الإنسان يرجح أن تزايد الضغط على الأمريكي خلال الزيارة المرتقبة لوزير خارجي الزائر إلى واشنطن وما يكون هذا آخر الإنظار لمولد المتحدة للزائر قبل الشروع في فرض عقوبات على الزائر مفاجأة وهدية من ألمانيا للشباب المغرب أخبار صار للشباب المغربة بعدما أعلنت عن توقيعها اتفاق الوكالة الوطنية للنعاش تشغيل الكافات لتسمى بأنابيك شراكها مع جوديسيا فرح مجموعات ألتيس ألمانيا الهدف منها هو توفر حوالي عشرة آلاف فرصة الشق للعمال المغاربة مؤهلين متواجدين بالمملكة اتفاقها الهامة جارت توقيعها بخصوص كل من المدير الجوديسيا ديفيد دراهي والمدير العام من وكال الوطني للعاش تشغيل الكافات نوردين بن خليل قد وزير إدماج اقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس كوري يوم أمس الثلاثة بالعاصمة الرباط وتنص التفاق على بعض آلاف العمال المغاربة إلى ألمانيا قد اكتساب المعرفة والتكنولوجيا في مجال نشر الألياف البصرية أساسا مما سيمكن من إعداد وتشغيل آلاف من العمال المغاربة في مجال ألياف بألمانيا حيث يحتاج سوق تشغيل بها إلى نحو مليون عامل كما الاتفاق يشمل أيضا اكتساب المهارات اللغوية ومعادلة شهادات المعنيين بالأمر في سوق الشغل ألماني أخواني أخواتي وصلت لنهاية الحلقة أتمنى أن تشتركوا في القناة دعمونا بالإعجاب والبرتاج وشكرا لكم في الحلقة قادمة إن شاء الله